ترجمة نانسي قنقر وفي الجهة الحكومية وفقا لمقتضيات سير ومصلحة العمل وتعطى الأولوية للموظفات الحوامل والموظفين من كبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة وظروف صحية كامنة وللموظفين أزواج الموظفات التي يباشرن مهام حيوية بالصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا بالإضافة إلى استمرار تطبيق سياسة العمل من المنزل للأم العاملة في الجهات الحكومية وحتى إشعار آخر وأكدت توجيهات على وجوب تأدية الموظفين لمهامهم الوظيفية بالتناوب بين العمل من المنزل والتواجد بمقر العمل فيما بينهم أسبوعيا ويستثنى من هذه التوجيهات الوظائف الحيوية بالجهات الحكومية التي تقدم خدمات الصحة والكهرباء والماء وشؤون الطيران المدني والصرف الصحي وغيرها من الخدمات الضرورية مع استمرار الأم العاملة بتأدية الوظائف الحيوية وبالأخص الوظائف الصحية وفقا لمقتضيات الصالح العام كما شدد الديوان على ضرورة التزام الجهات الحكومية بالإجراءات الوقائية بإلزام كافة الموظفين والمراجعين بلبس كمامات الوجه الوقائية وفحص الحرارة قبل دخول الموظفين والمراجعين لمقر الجهات الحكومية وتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي بالإضافة إلى حصر عقد الاجتماعات عن بعد من خلال البرامج الافتراضية مع القيام بعمليات التعقيم بشكل دوري